سمحت الولايات المتحدة للعراق بسداد تكلفة الكهرباء الإيرانية عبر بنوك غير عراقية وذلك في خطوة يرى مراقبون أن واشنطن تأمل أن تمنع إيران من فرض قطاعات للتيار الكهربائي في العراق خاصة مع اجتداد درجات الحرارة خلال الصيف الولايات المتحدة ترى أن الإعفاء الذي يمتد 120 يوما سيساهم في تخفيف الضغط الإيراني على العراق من أجل الحصول على الأموال التي كان من الممكن في السابق إيداعها في حسابات مقيدة في العراق فقط غير أن الأموال المدعة في الحسابات غير العراقية ستكون مقيدة بحسب المسؤولين في الإدارة الأمريكية شأنها شأن تلك المدعة في البنوك العراقية ويلزم حصول إيران على إذن من الولايات المتحدة للوصول لتلك الأموال التي لا يمكن استخدامها إلا لتلبية الاحتياجات الإنسانية ويرى مراقبون أنه ليس من المؤكد أن تخفف إيران الضغط على العراق نتيجة لذلك وربما ترى طهران أن الوسيلة المتاحة لها للضغط على العراق أكبر مما لديها على الدول الأخرى وتقرر الاستمرار في ذلك كوسيلة للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها وسبق أن ضغط الطهران على الحكومة في بغداد للحصول على إذن أمريكي لصرف تلك الأموال من خلال وقف صادرات الغاز الطبيعي الإيراني إلى العراق ما قلص قدرته على توليد الكهرباء وفاقم قطع التيار الكهربائي وقبل أيام ازدادت مشكلة الكهرباء في العراق مع توقف إمدادات الغاز الإيراني في وقت لمست فيه درجات الحرارة في بغداد وجنوب العراق الخمسين مئوية ما أثار استياءا كبيرا بين العراقيين وخوفا حكوميا من عودة الاحتجاجات الشعبية إلى الشارع ويستورد العراق الكهرباء والغاز من إيران وهما يشكلان إجمالا ما بين 33 و40% من إمداداته من الطاقة ما يعكس الفشل الذريع للحكومات المتعاقبة في حل أزمة الكهرباء ترجمة نانسي قنقر